اقتراب توقيع الاتفاق هي من المفروض مرحلة دقيقة لا تحتمل اطلاقا الدخول في معتركات حد لكن تصرفات ايران تشي بعكس ذلك الى جانب استمرار عملياتها الخارجية باستهداف منشقين ايرانيين او سياسيين غربيين ها هي اليوم توقع حلقة جديدة من مسلسل استفزازاتها البحرية هذه المرة ويبدو ذلك جليا من خلال وجود مدمرات قواتها البحرية في المياه الدولية وتحديدا في نطاق مضيق باب المندب الى شمال البحر الاحمر وقناة السويس بحسب ادعاء طهران ويبدو ان هذه الخطوط جاءت تنفيذا لاجندة المرشد لتعويض تأخيرات الاعوام الماضية والذهاب نحو قمم التقدم مثل ما صرح الرئيس الايراني الغرور الايراني ذهب بعيدا حين وصف برلماني ايراني انجازات نظام المرشد طيلة خمسين سنة مضت بالطبع بانها معجزات لا يمكن تفسيرها غير ان هذه القوة التي تدعيها ايران في البحر فاندتها معطيات الواقع ومن ذلك مثلا غرق سفينة تابعة لقواتها البحرية في خليج عمان فكيف بمن يريد التحكم في المضائق والبحار البعيدة اللا يقدر على التحكم في صاروخ واحد كالذي سقط على احدى سفنها موديا بحياة طاقمها العسكري مثل هذه الاسئلة تهاطلت على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت اخلبها في قوالب ساخرة مستهزئة من تصريحات المسؤولين الايرانيين وعلى وجه الخصوص تصريح قائد الحرس الثوري حسين سلامي حين قال ان قواته تلقت اوامر بضرورة حضورها الدائم في البحار البعيدة تعليقا على ذلك كتب احدهم على رسلك يا زعيم العربدة والشعارات اذهبوا بزوارقكم الورقية الى البحار البعيدة وان شاء الله لن تعودوا وتساءل اخر مخاطبا سلامي من اعطاك الاوامر لان تكون موجودا في البحار البعيدة عندما يكون ستون في المئة من ابناء شعبك تحت خط الفقر ثم تكفل المغرد بالاجابة عن سؤاله ناصحا قائد الحرس الثوري بالقول لا تتظاهر بالقوة والاقتدار امام شعبكم الجاء اشتركوا في القناة